السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم أكد الناخب الوطني ويدرقراجي صعوبة المباريات في كأس مفريقيا الكود ديفار توتال انيرجي وأشار إلى أن هناك بعض المنتخبات المشاركة قد أظهرت أن لا حضود في المسابقة وقال رقراجي في الندوة الصحافية والتي تسبق مواجهة تنزانيا حتى رزنامت المباريات تمنحك الحدود خاصة وأننا قد نلعب أول مباريات دينا بشكل متأخر رأينا نتعج باقي المنتخبات والتي ستساعدنا لتنبيه اللاعبين والجمهور حتى لا يعتقد البعض أن الكان سيكون سهل نعرف صعوبة المسابقة ولم يكن تتقى في أنفسنا وحتى تحقق الانتصار في كل مباراة يجب أن تمنح مجموهدا كاملا هذا ما نريد وقد نحترم الخصم ولا يوجد منا في السهل فكل منتخبات أظهرت أن لها مكانا في القارة وجاء الناخب الوطني ويدرقراجي رسالة شكر لأمين عدلي بعد حضوره ورغبته في تمثيل بلده يخلل كأسه من فريق الكود ديفوار توطى الإنراجي رغم وفاة ولدته قبل أيام وشرح رقراجي في ندو الصحفية تفاصيل إصابة نوتر مزراوي مؤكدا غيابه عن مواجهة الغد ورغبته في الاعتماد عليه في باقي أطور المنافسة ديالكان وقال رقراجي في ندو الصحفية التي تسبق مواجهة تنزانيا مزراوي عانى من إصابة في الصق نعلم أنه سيغيب عن مواجهة تنزانيا ونحاول أن يكون حاضرا في المواجهة الثانية للأسف مزراوي تعرض للمرض باتسبب في تأخر علاجه ونحن حاليا لدينا رغبة في الذهاب بعيدا خلال المسابقة ونرى أن نوسير سيكون حاضرا مسقبلا إنها استراتيجيتي وتحمل مسؤوليتي وقال عدلي فقد ولته إنه أمر صعب لكل شخص خاص بعمره صغير ولكنه شخص قوي تركناه مع أمه لأسبوع وحاليا عاد إلينا بحماس وأقول له شكرا لأنه جاء للدفاع عن بلده وهذا ما يظهر في رغبته هذا وغريد شلم منتخب الوطن المغربي المساردية في المسابقة بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء على أرضية ملعب لورنبوكو انتلقى من الساعة السادسة مساء هاجم خالد القربي الدولي التونسي لجزائر عادي العمروش منتخب تنزانيا على خلفية تصريحات ديالو وللتأم بها الجامعة الملكية المغربية بالكولاسة وتحكمها في مواعيد وتعيينات الحكام في القارة الإفريقية وقال القربي في تصريحات لإداعات MFM التونسية عمروش لا علاقة له بكوات القادم ولا يمثل لجزائر ولم يسبق لرؤية أي جزائرية تكلم بتلك الطريقة وأضاف لعب منتخب تونسي السابق عمروش مدرب خواف وجبان وغير قادر عدها بعيدا لأنه يجهز الأعضار قبل مواجهة المنتخب المغربي في الكان هذا وتراجع عادي العمروش مدرب المنتخب تنزاني يوم تلتأفي تصريحاته السابقة خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الأسود في الكان مشيرا إلى أن المنتخب المغربي من المنتخبات العالمية ونتائجه تجيب على كل الأسئلة ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نادره التنزاني يوم الأربعاء على أرضية ملعب لوران بوكو انطلاقها من الساعة السادسة مساء أكد رومانسيز قيد المنتخب المغربي جائزيته لمواجهة المنتخب تنزانيا برسم الجولة الأولى من دور مجموعة كأس أم أفريقيا الكوديفوار توطال إينيرجي وقال رومانسيز في الندوة الصحفية لغاية تسبق المواجهة أنه جائز لمباراة الغد المواجهة الأولى دائما تكون ذات أهمية بالغة لأن الفوز بياسم نحن التقى لما هو قادم نحن مستعدون ومتشوقون لبدء المسابقة بموجهة تنزانيا والتي ستكون مختلفة عن آخر مباراة بنتنا استعدين جيدا لها لمدة 15 اليوم ونسعد لنيل النقاط الثلاث سعيد بخوض المنافسة القرية للمرة الرابعة أكتسب الخبرة في هذه المسابقة الصعبة حيث تحتاج إلى الاستعداد الجيد بدنيا وذهنيا لأنها تختلف عن منافسة كأس العالم وعن اللاعفة الدورية الأوروبية تراجع عاديل عمروش مدرب منتخب تنزاني عن تصريحات ديالو والتي تهم خلال جامعة الملاكين المغربية الكوات الخادم بالكولاسة والتحكم في تعيينات الحكام ومواقية لعب الأسود وقال عمروش في الدول الصحفية واليسبقات المباراة لمغرب نحن في شمال إفريقيا نخذ فقط تلبيات من العديد من الإيجابيات منتخب المغربي قلت أنه من المنتخبات العالمية وتكلمت عن تنظيم واللاعبين والفكر تكتيكي للمدرب وتحدثت عن الكثير من الأمور الإيجابية تحدثت أيضا على طريقة اللاعب وكل أمور الإيجابية الأخرى فالفريق الذي يفوز على البرازيل سنقول أنه ينتصر بالحظ بل يعني أنه انتصر بإمكانيته ولا أحد قادر على حدف تاريخ المنتخب المغربي وأكمل حادث ديالو نتائج المنتخب المغربي تجيب على كل أسئلة هذا هو غديد للمنتخب المغربي المسارد ديالو في المسابقة بمواجهة تنزانيا يوم الأربعة على أرضية ملعب لورونبوكو انتلق من الساعة السادسة مساء أبدأ الناخب الوطني ويدرقراجي عدم اتمامه بتصريحات عادل عمروش مدرب منتخب تنزاني قبل اللقاء ديالهم في مستهل الرحلة ديالهم ضمن كأس أمم أفريقيا الكوديفوار توتال إنيجي حيث قال جزائر عمروش في تصريح موتير للجادل الجامعة المغربية تقوم باختيارات الحكام والتحكم في مواقع اللعب إنهم قوة ضاربة تسير الكورة الأفريقية وقال رقراجي في الندوة الصحفية والذي ستبقى مواجهة تنزانيا طريقة لعبنا منذ سنة ونصف تقريبا معلومة للكل لا نملك وقتا للتجرب هناك شكوك في طريقة اللعب ويمكن التغيير حسب سيناريوهات المباريات ونحن لم نصل للمستوى الذي نرغب فيه وبخصوص صريحة عمروش لا يمكن إضاعة الوقت في هذه الأمور تركيز ديالنا كامل على المباراة أتحدث عن الكورة وما خارجها سأترك جامعتنا ومسيرنا للتكافل به وصراحة ليست أمرا يهموني هذا هو غديد للمنتخب المغرب المصر ديالو في المسابقة بمواجهة تنزانيا يوم الأربعة على أرضية ملعب لورون بوكو انطلاقا من الساعة السادسة تدد النخب الوطني ودرق ريج على ضرورة الانتباع إلى أهمية تغييرات وتدوير اللاعبين في كأس المفريقية بسبب تأتي العملية الرطوبة والمناخ على المنتخبات المشاركة وقال الرقراجي في الندو الصحفية التي تسبق مواجهة تنزانيا التنشيط الهجومي كان دائما مهما انتصرنا بهدفين أو ثلاثة أو بهدف واحد فقط إذا كان بإمكاننا انتصار بخماسية وتقديم كورة جميلة فسنحاول ولكن منذ بداية المسابقة رأينا مباراة مغلقة يصعب تقديم تنشيط الهجومي فيها وغالبا ما اعتمدت المنتخبات على المؤهلات الفرضية إرغاء مبارس غامبيا ساهم في ربحنا يومين إضافيين هنا ولعب مباراة ودية هنا وفق الظروف المناخية للكو الدوار الحرارة الرطوبة تلعب دور مهم فخلف الشاشات أو في المنصة لا نتحس بشيء لكنها تستنزف الطاقات للعبين بشكل كبير الأمر يتطلب تدبير مهم لوقت اللاعب والمراحل للقوة والضعف وخبرة وتدور تغييرات والقانون منحنا خمسة تغييرات ما سيسمح لنا بالانتصار أو الحفاظ على النتيجة والمنتخابات التي ستعتم بهذه التفاصيل ستكون قريبة من التتويج هذا وغد يديش المنتخب الوطني المغربي المصردية في المسابقة بمواجهة تنزانيا يوم الأربعة على أرضية ملعب لوران بوكو انطلاقا من الساعة السادسة مزاء أكد ويدر غراغي مدرب المنتخب الوطني المغربي حماس كاتبته من أجل خوض غمار كأس أمم أفريقيا الكود ديفوار توطال إنرجي مشيرا إلى رغبة النخبة الوطنية في الانتصار على تنزانيا من أجل مواصلة الرحلة بتقاء أكبر وقالر غراغي في الندوة الصحفية لسبقات المواجهة منذ بداية المنافسة كانت هناك العديد من المفاجهات المباراة الأولى دائما تكون مهمة للدخول في المسابقة وسندخلوا إلى البحث عن الانتصار ورفع منسوب الثيقة وغاديت كل مباراة مختلفة عن تصفية المونديال ونحن مستعدون تذربنا 15 يوم والمجموعة تنتظر المباراة للدخول في المسابقة لعبنا في دار السلام في تصفية المونديال وكانت مسابقة أخرى هم الآن متحمسون أكثر ورأوا مفاجأة الدول الأول سواء المزنبيق والرأس الأخضر ونحن صارنا راكي في الدخول في المباراة نسينا كأس العالم وحين تدخلوا في تفاصيل كان ولم تتحلى بالتوضع ونقشت تفاصيل المباراة باستخفاف فستروا أن المواجهة لن تصبح سهلا ولدي اتقال كامل في اللاعبين هذا وغاديتش لمنتخب الوطن المغربي ما صاروا في المسابقة بمواجهة تنزانيا يوم غادي الأربعاء على أرضية ملعب لورون بوكو انتلقى من الساعة السادسة مساء ونبقى في جديد صريح وليد الرقراجي وآخر مستجداد المنتخب الوطني المغربي فقد أكد الناخب الوطني ودرقراجي الشوكوك حول إمكانية غياب ثلاثة العناصر عن مستهل رحلة الأسود في كأس أم أفريقيا الكوديفور توطع الإنرجي أمام تنزانيا وقال الرقراجي في ندوة الصحفية التي تسبق المواجهة نحن خصم منتظر من قبل كل المنتخبات وكل المبارايات رأينا رغبة كبيرة من المنافسين كتلك التي امتلكناها في المونديل المغرب كان منتظرا في كل النسوخ الكان ولم نكن غالبا وفق تطلعات هذا الضغط سابقا إنه تحدي جديد علينا أن نكون مستعدين له من أجل الرد على الانتظارات وإسعادة شعبنا وقال بك أن مزروي سيكون غائب وهناك تشوكك حول ثلاثة اللاعبين وقد انتظروا تدريب اليوم للحسم من سيبدأ لفو في المباراة نمتلك 27 اللاعب وكل من استدعية يملك المشعل لتمثيل بلده لن أقول الأسماء حاليا لكن سأرى إن كانوا جاهزين غدا أم لا هذا وسيدشن المنتخب غريب ما صاره في المسابقة بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء على أرضية ملعب لورانبوكو انتلقى من الساعة السادسة مساء